لما اتكلمنا قبل الفاصل وفارسة انت مستعج الليه على الصفقات لا عمر كمال عبدالواحد برغم ان هو لعب دولي حقيقة لكن لازم تقوله وتقوله اي لعب انضم النادي الاهلي مبروك عليك الاختيار ده مبروك عليك تي شيرت النادي الاهلي مبروك عليك ان انت انضمت لنادي القرن في افراقيا مبروك عليك ان انت حطيت في السبي بتاعك لما تيجي تبطى القرى ان انت لعب لعبت بتي شيرت النادي الاهلي المفترض تعمل ايه تبزل كل الجهد والعرق عشان يبقى السبي ده مجرد بطولات انجازات مدليات مشاركات في المونديال الاندية تحقيق بطول الدورة ابطال افراقيا فهي ده فارس القيمة وبالتأكيد ده بيحط ضغط على اي لعب بيج النادي الاهلي عشان كده الكواليتي بتاع لعب النادي الاهلي مختلف مش بس الكواليتي من ناحية الفنية لا ايضا الشخصية وده عايز تنجح في النادي الاهلي لازم يكون عندك شخصية النادي الاهلي صحيح وانا عايز اقول ان عمر كمال اكيد احنا سعداء بتواجده في النادي الاهلي وهو تمسك بالنادي الاهلي وكان حريص انه هو يتواجد مع النادي الاهلي ده الخبر الرسمي لا ليضم عمر كمال عبدالواحد لمدة سنوات ونصف عايز اقوله ان عمر كمال يعني كان محظوظ جدا ان في المرحلة دي من الكارير بتاعه انه هو يحط انه هو كان لعب في النادي الاهلي ده مهم جدا ان انت تسيب ان انت كنت لعبا في النادي الاهلي دي حاجة مسهلة وان انت يا جماعة في السن ده وانت تلاتين سنة اه طبعا في الكرة تقدر تدي لعدة مواسم وخصوصا ان النادي الاهلي هدينا شوفنا مدة التعاقد كبيرة ولكن ممكن حد يقول يعني انا فاتتني الفرصة لكنت ممكن انضم الاهلي بدر شوية ولكن ان انت تصر وتتمسك وسبحان الله مفارقات القدر يعني عمر كمال كان في وقت من الوقات ممكن يكون لعبا في عنده اخرى تانية خاص وما سيرته كانت تختلف خالص وضعه كان يختلف خالص وكان انتقاله للنادي الاهلي وبقى صعب ولكن كل شيء اقدار ولما تبص كده لقصة عمر كمال هتلاقي عمل خير في حياته حاجات بقى عمر كمال ده انا عد تركزت مبارح كده انت ابني حد دعيلة عارف انت كده حد دعيلك كان بيلعب في المصري ففكرة انتقاله للنادي الاهلي مباشرة هي فكرة صعبة هتبقى من قصوتي بقى لا اصلا انت بتكلم انا بتكلم في ظروف انتقال كانت صعبة بعد كده اللاعب كان وقع للزمالك تم اقاف قيد الزمالك اللاعب ما انتقالش ثم بعد كده يروح لفيوتشر وتقدر يتمسك بحلمه وتضمه من فيوتشر في صفقة كانت يعني اعتقد هو ما يصنف بفكرة الوين وين سيتيوشن انت كسبان ونادي فيوتشر كسبان طلعت لعيبة سواء كباكة او رجدان او زعلوك للاعراض تقدر تستفيد وتشوفهم تحت هينك في احتكاق قوي مع نادي قوي وتقدر كمان تستفيد بعمر كمال اللي انا يا جماعة بقول والله العظيم النادي الاهلي ما دفع في جنيه هي ليه في ناس زعلانا يعني فيه ليه ناس عملة تتكلم وبعدين انا مش فهم هو ايه المطلوب ناس تقول لك السنة ضمته همار كمال وسائب تلت لعيبة تمام يعني هو دلوقتي اللاعب اللي طلع من عندك وهو ما كانش بيشارك بقى حلو حلو جدا كل لعبتنا في الناشئين او في الفرق الهلم الفريق الاول حلو جدا سقط الناس فيه ولكن يجي بقى ناس تقول لك ايه هو معقول الاقلي ما دفعش ولا جنيه طب هو ايه تبقى سازج لو صدقت الاقلي ما دفعش ولا جنيه يقول لك كده يعني اعتقد الامور هو فعلا الصفقة يعني انا عشان كده اسامة وصفتها بالوين وين سيتيوشن كل الاطراف طلعت كاسبانة يعني كل الشكر لادارة نادي فيوتشر والنادي الاهلي اكيد لانه هم وصلوا لتسوية ست شهور عند اللاعب بتطلع لعيبة عندك يا جماعة بعض اللاعبين الناس فاكرت قصة سهلة يقولك انا استفيد بفلان صدقني بعض اللاعبين ما بتاخدش فرصة من الفريق الاول يا اسامة بتحبط بالظبط فبيكون عنده الامكانيات بس ما بيقدرش يواصل ويكون عنده الجلد يكون عنده التمسل خير المسألة على ده محمد عبد المنهم محمد عبد المنهم خرج اعارة رجع يعني نجم في حانه وقطعت اعارته وفي وقت من الوقت يا جماعة انت لو لعيب ومع فيوتشر ومع فيوتشر لو بزغت موهبته او انت شفت ان يعني تفوقه الفني واضح اكيد تقدر يكون عندك عملية مدورة مع اللاعبين اخرين ولكن انا بشوف ان هي صفقة اللي انا شايفه كويس فيها فكرة ان انت فعلا قدرت تخرج بالاطراف كلها كاسبين وعشان كده لازم يعني الحقيقة يعني نتكلم عن الصفقة دي بشكل يعني نديها حقها ليه نديها حقها لان اللي احنا شوف نفس الصفقة دي مش مجرد فكرة لعيبة طلعها وصد لعب لأ احنا شوفنا رقي واحترام متبادل بين ادارة النادي الاهلي وإدارة نادي فيوتشر كان واضح جدا ودي نقطة مهمة جدا لان البعض احيانا بيجي فكرة التناول او التعاون مع النادي الاهلي في صفقة يبدأ يحول اللاعب اللي عنده يعني نجم نجوم كرة اوروبا مش مصري خالص ويبدأ يطالب بمبالغ مالية كبيرة جدا لكن اللي قدمه النادي الاهلي مع نادي فيوتشر وده مش كلام على لسان النادي الاهلي لا ده كلام على لسان دكتور وليد دعبس الحقيقة تعامل بمنطقة الروكية والاحترام لما قال النادي الاهلي وقف جنب فيوتشر واحنا ما ننساش النادي اللي وقف جنب فيوتشر وعشان كده لازم يكون التعامل بشكل فيه احترام وفيه مصالح للناديين وهنا ترجع بقى لنقطة الفصل الواضحة جدا وهي رغبة اللاعب عمر كمال عبدالواحد رغبته الأكيدة في الانضمام للنادي الاهلي سهلت الأمور على الجميع الكل بقى عارف رغبة اللاعب النادي الاهلي عنده رغبة اللاعب نادي فيوتشر عنده رغبة اللاعب فتعال بقى نتفاوض ننهي القصة دي ازاي بشكل يفيد الطرفين انا هديلك عمر كمال عبدالواحد اللي فاعده ستة شهور فقط لغير وانا كنادي اهلي تعاملت باحترام جدا ان انا كان ممكن وانا عندي رغبة اللاعب هقولوا استنى عمر انا هنوقع وتنتقل في نهاية الموسم انت كده كده مش هتبقى معايا في دورة ابطال افريقيا لانك لعبت مع فيوتشر كونفودرالية لكن هنا الرقي من ادارة النادي الاهلي اللي قابله رقي من ادارة نادي فيوتشر عشان كده الناس اللي بتبدأ تتكلم في فكرة ايه هو انت مصدق ان الاهلي خد عمر كمال عبدالواحد بدون ما يدفع مقابل مالي طب انا اجيب لك ايه اكتر من دكتور وليد دابس نفسه رئيس نادي فيوتشر اللي قال الصفقة عبارة عن انتقال تلات لعبين للاعارة مقابل عمر كمال عبدالواحد نجيب لك مين يعني نجيب لك مين يصدق البيانة على ما اندعى انت لو لقيت في الاتحاد المصري لكرة القدم في مقابل اطلع اقوله باختصار شديد جدا يعني لكن انت ممكن تكون مش قادر تستوعب ان في احترام تم في الصفقة دي وفي مصالح متبادلة نادي الاهلي حافظ على اللاعب لنادي فيوتشر وما لعبش في دماغ اللاعب انه ييجي بعد 6 شهر عشان البعض اللي بيطلق لك اصلي مش عارف لعب راح فين ده كوبري ده لعب بقى جاهز رغبته للنادي الاهلي وعادي جدا واستنى الست الشهر دول ووهو مش هيجي شارك في دورة طلاف راكي لكن في احترام في التعامل مع الاندية وهو ده عهد النادي الاهلي في تعامله لا فيه لعب بيلوي دراع نادي عشان ينتقل للنادي الاهلي ولا فيه لعب بيعمل حركات مع مدرب بتاعه عشان ينتقل للنادي الاهلي ولا الكلام اللي احنا بنشوفه مع عندها اخرى وبيمر مرور الكرام لكن عند النادي الاهلي تيجي اي صفقة تحصل مشكلات ويبدأ الكلام مبروك تاني لعمر كمال عبدالواحد شكرا طبعا لادارة النادي الاهلي في انهاء الصفقة وادارة التعاقدات في النادي الاهلي شكرا طبعا لادارة فيوتشر التعامل البروكي واحترام وايضا ادارة التعاقدات في نادي فيوتشر كل اللي باقي نتمنى التوفيق لعمر كمال عبدالواحد مع النادي الاهلي وايضا لعابين المعارين نتمنى لهم التوفيق مع نادي فيوتشر ويكونوا حطين في اعتباراتهم نقطة مهمة جدا ان انت تقلقك واكتهادك هيرجعك النادي الاهلي ربما يكون مبكرا فاحرص على الفرصة دي وحاول تثبت ان انت جدير بالعودة للنادي الاهلي من الباب الكبير اللي هو ايه؟ مثال واضح جدا محمد عبد المنعم رجع للنادي الاهلي بيلعب فارس بشكل اساسي مع النادي الاهلي من وقتها ربنا يحفظه ويحميه